يشهد أنه من بعد السجيل اللي صار نهار الأربعة بمجلس النواب حول موضوع الرئيس بشير الجميل اليوم رئيس كتلة وفق للمقاوة من نائب محمد رعد بيعتذر عن الكلام اللي صدر بوقته وبيطلب شطبه من المحضر تاني خبر هو عن القاء نبلتين مولوتو على مركز لحزب الكتائب بمنطقة برج حمود وتاريت خبر خصه بإنهاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقة تحقيقاته الأولية بيلي صار ببلدة الجهلية وأعلن القاضي بحسب ما اجعل الوكالة الوطنية أنه نتيجة التحقيقات بتبين أنه الرصاص اللي أصابت الشهيد أبو ديب ما تم إطلاقه من أي من البنادق اللي كانت مع الأجهزة الأمية